بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا طلاب الصف الثاني الأعدادي أهلا ومرحبا بكم مع مادة الرياضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم إن شاء الله في الجزء الثاني هنكمل مع بعض تطبيقات على الأعداد الحقيقية هنكمل اللي إحنا بدأناه إحنا كنا بنتكلم مع بعضنا في الجزء اللي فات على بعض القوانين الخاصة به سواء كان ثناية الأبعاد اللي هو المستطيل والمربع والبيرة أو ثلاثة الأبعاد وخدنا وتكلمنا مع بعض على المكعب ومتوازم مستطلات فإحنا إن شاء الله هنكمل مع بعض اللي إحنا بدأناه محتاج بس قبل ما نبدأ نفكر بعض بي القوانين اللي احنا خدناها كنا اتكلمنا على مين؟ اتكلمنا عن المكعب قلنا ان حجم المكعب او الحجم بشكل عام مساحة القاعدة في الارتفاع والقانون بتاعه كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن لام تكعيب خدنا بعد كده المساحة الجانبية اللي هي عبارة عن محيط القاعدة في الارتفاع والقانون بتاعها كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن اربعة لام تربية والقانون الثالث اللي هو المساحة الكلية اللي هو كان الأساس بتاعه بيقولك المساحة الجانبية اللي انت جبتها ومساحة القاعدة اللي عندك وضربها في اتنين وجمحهم مع مين؟ مع بعض ولكن اختصارا تلع في الآخر مين بالنسبة للمكعب عبارة عن ستة لام ايه؟ ستة لام تربية ده كان أول قانون عندي خاص بمين؟ بالمكعب أو الثلاث قوانين خاص بمين؟ بالمكعب لو رحنا بعد كده ونفيها قربعة بعد المتوازن المستطيلات قلنا متوازن المستطيلات بنفس الفكرة عن ترك قوانين نيه القانون الأولاني اللي هو الحجم بنفس الفكرة حجم يعني ايه؟ مساحة القاعدة في الارتفاع يبقى أنا عندي هنا عبارة عن مين؟ سين في صاد اللي هي بتعبر عن مساحة القاعدة في الارتفاع اللي هو عين يبقى سين صاد عين دوت مين؟ دوت الحجم خذنا بعد كده المساحة الجانبية اللي هو محيط القاعدة في الارتفاع محيط القاعدة غالبا عبارة عن مستطيل فبالتالي اكيني بقول اتنين ها في سين زائد صاد وهضربها في الارتفاع في عين والمساحة الكلية بنفس الفكر المساحة الجانبية اللي انت كبتها وزود عليها القاعدة مساحة القاعدة مضروفة في اتنين واختصارا قلنا عليها عبارة ايه ها اتنين في سين صاد زائد صاد عين زائد سين ايه عين ده اللي احنا خدناه في الجزء اللي فات الخاص بمتوازي المستطيلات والخاص عند مين بالمكعب محتاج دلوقتي هنكمل القوانين بتاعتنا وهنبدأ ناخد الاستوانة القائمة بنفس الفكرة انا محتاج كم قانون طرق قوانين حجم مساحة جانبية مساحة ايه كلية الحجم برضو راجع معاي عبارة عن ايه محيط القاعدة في الارتفاع طب استوانة دائرية زي احنا شايفين شكلها قدامنا كده عبارة عن ايه دي عبارة عن القاعدة بتاعتها زي اي ازازة زي علب علب مثل البيبسة والحاجات دي كلها برضو القاعدة اللي فوق دايرة فبالتالي انا محيط القاعدة عندي معناه هنا ايه لو كلمنا عن الحجم الاول مساحة القاعدة يعني مساحة الايه مساحة الدائرة طب مساحة الدائرة عبارة ايه طه نق تربيع طب لما اضرب طه نق تربيع في عين يبقى الحجم عبارة عن الاسمه ايه؟ طهنق تربيع عين طهنق تربيع عين ومعنى كده خلي بالك ان الجزء ده بس بيعبر عن مين؟ عن مساحة اليه؟ القاعدة طيب لو جينا بعد كده ايه هو عند المساحة الجانبية؟ مساحة الجانبية محيط القاعدة في الارتفاع هشيل كلمة القاعدة وحط البديل بتاعها والقاعدة دي على شكل ايه؟ على شكل دايرة يبقى كني بقول محيط الدائرة في الارتفاع يبقى المحيط الدائرة عبارة عن ايه؟ اتنين طهنق واضرب برضو في الارتفاع يبقى برضو بنأكد على بعض الجزئية دي خاصة برضو مين؟ بمحيط القاعدة وهاضربها في الارتفاع اللي هو عين طب المساحة الكلية المساحة الجانبية اللي انت جبتها تمام كده؟ وهزود عليها مجموع مساحتين القاعدتين يعني ايه كده؟ يعني المساحة الجانبية اللي هي عبارة عن اتنين طهنق عين مش لسه جبينها دلوقتي المساحة الجانبية هزود مساحة القاعدة مساحة القاعدة اللي هي زي مساحة الدايرة يبقى طهنق تربيع طهنق تربيع ولكن هي قاعدتين يبقى اتنين طهنق تربيع في اختصار لها انه هو هيسحب اتنين طهنق تاك عامل مشترك يبقى كنه بيقولك اتنين طهنق في عين زي النق طيب ينفع ان يسمنها خريطة زهنية برضو زي ما عملنا للمرة اللي فاتت كده؟ تعالوا مع بعض برضو نحاول نعملها ونشوف يا طرى الاستوانة الدائرية القائمة معتمدة على ايه ونشوف هنتحرك بينهم ازاي؟ تعالوا مع بعض برضو نتعلم مع بعض زي نعمل خريطة لأي قوانين عندي لو جينا مثلا هنا لو بصينا على الاستوانة الدائرية القائمة هي معتمدة على ايه؟ اساسا معتمدة على ان يكون في عندي نصف قدر يبقى معتمدة على نق نصف القدر طيب احنا عندي كان قانون عندي طرق قوانين الحجم وعندي المساحة الكلية وعندي المساحة الجانبية طيب الحجم عبارة عن ايه؟ كان بيقولن انت بتحتاج مساحة القاعدة طيب انا مثل لغبة كده خلاص نرجع للقصة القصة بتاعك دائرة صح؟ طيب هاتلي محيط الدائرة اللي هو عبارة عن ايه؟ ها اتنين طه نق يبقى انا كده جبت هنا مين؟ ده كده محيط الدائرة صح؟ وبرضو روح لتاني وهاتلي مين؟ هاتلي مساحة الدائرة اللي هو عبارة عن طه نق تربية يبقى انت جبت جبت مين هنا؟ مساحة الدائرة لو تفتكروا ده اللي خدنا في الجزء اللي فات اللي هو كان خاص بس بس بسناء الابعات يبقى انا كده محيط الدائرة ومساحة ليه؟ الدائرة طيب انا لو عايز المساحة الجانبية هو المساحة الجانبية او عندي خلنا نبدأ بالتلتيب برضو عشان ما نتلغبطش بعضينا لو عايز ابدأ بالحجم الحجم كان بيقول لي محيط القاعدة في الارتفاع بس انا ما عنديش في الشكل دوة ارتفاع اه يبقى انا في عندي مستوى كده تاني نعمل بس كده خط كده يبقى انا عندي فيه بعد تاني انا محتابه اسمه ايه؟ اسمه الارتفاع عشان بعد كده دو بقى انت عارفين ده خاص بسناء الابعات وده خاص بسلسة ايه؟ الابعات طيب انا عايز بقى هنا الحجم الحجم كان معتمد على مساحة الدايرة وهضربه في مين؟ في الارتفاع يبقى انا عشان اوصل للحجم محتاج مساحة الدايرة والارتفاع يتضموا مع بعض كده بالضرب اللي هو اكد انك بتقول هنا ايه؟ مساحة الدايرة مين هنا؟ طه نق تربيع واضربه في مين؟ واضربه في مين؟ يبقى كده مين دوت؟ ده الحجم اعتمدت على مين؟ على معلومتين مساحة الدائرة والارتفاع وعشان اجيب الحجم يبقى هضرب الاتنين دول في ايه؟ في بعض طيب لو انا عايز اجيب المساحة او عايز اجيب مساحة الجانبية كان بيقول ليه؟ محيط القاعدة في الارتفاع خلنا نبقى النحية دي كده يبقى المساحة الجانبية معتمدة على الارتفاع وعلى محيط ليه؟ القاعدة ديوانا وحبيت اجيب المساحة الجانبية دية محتاج منها ان الارتفاع ومحيط الدائرة يتضموا مع بعض بالإيه برضو بالضرب اكيد انك بتقول اتنين طه نق اللي هو بتعبر عن مين عن محيط الدائرة وهضربها في مين هنا هضربها فيه في الارتفاع طيب دي المساحة الجانبية وده الحجم طيب لو عايز المساحة الكلية في تيكي كان مساحة الكلية كان بيقول لي ايه كان بيقول لي انت محتاج المساحة الجانبية وهتزود عليها مساحة الايه القاعدة بس المضروف كام في اتنين يبقى انا محتاج دية مساحة الجانبية ومحتاج دية تمام بس مفروض تضربها كام تضربها في اتنين يعني مساحة الدائرة دي اضربها في اتنين وتتحد مع مين مع المساحة الجانبية بالايه بالزائد وانت كده بيجيب هنا المساحة الايه المساحة الكلية اكيد انك بتقولها اتنين طه نق عين دي المساحة الجانبية هتزود عليها دي زائد هتزود عليها 2 في طه نق تربية اللي هي بالضبط كده اهو 2 طه نق عين هتزود عليها 2 طه نق تربية تمام كده دي الخريطة بتاعتي اللي هي بتتكلم او زي ما اتفقنا الخريطة بتاعتك انت اللي انت عايز ترسمها بشكل يحفظك القوانين بحيث أي معلومة يديه لك في المسألة تعرف تتنقل فين ورايح منين طيب تعالوا نشوف عندي هنا المسألة ديت المسألة بتقول قطعة من الورق على شكل مستطيل ألف بهجيم دال عندي ألف بيه 10 سنتي وبهجيم ب44 سنتي فالقطعة من الورق ديت بيقول لي أنت طويتها طويت على شكل سطوانة لفتها كده عملت سطوانة دائرية قائمة بحيث ينطبك ألف بيه على دال جيم يعني أجلني لفتها لفة إيه كاملة كده بحيث أنها قفلت معايا وبعملت لي الشكل أنتوا شاكينوا ده شكل إيه الإسطوانة بيقول لي أوجد حجم الإسطوانة طيب إحنا ميت فيين مع بعض إنت لو بتتكلم عن عايز حجمي وأنت محتاج كم معلومة محتاج ثلاث معلومات الطول والعرض والارتفاع طيب واضح كده من المسألة إنها فيها بس معلومتين في معلومة خاصة بمين هنا بيقول لي فيه عندك ألف بيه عشر سنتي ومش عارب بالزبط ده طول ولا عرض ولا ارتفاع وعندي بيقول لي بيه يجي مربعة واربعين إيه سنتي طيب فين الطول فين العرض وفين المعلومة التالتة تخيل كده معايا الإسطوانة قدامك أو القطعة الورق حتة ورق كده قدامك كده فانت لفتها اللفة ديت الجزء اللي عمل دايرة ده عبارة عن إيه أنا عندي الشكل مثلا أهو قدي مثلا ده مستطين لما تلفه كده الجزء ده هو اللي هيلف صح كده مش بتقول لي لو افترضنا قدي ألف بيه جيم دال بتقول لي انه دي عشرة طيب الجزء اللي هيلف دوت اللي هو كام أربعة واربعين هو أنت لما تلف الشكل دوت كده يبقى أنت كده جدنك عملت إيه جبت إيه محيط القاعدة لأن اللي احنا عارفين دايما المحيط معناها إيه المجموع بتاع الأضلع كلها أو اللفة الكاملة دي بكلها بتاعت إيه إيه الدايرة يبقى أني عندي هنا الرقم ده أو المعلومة دي بتعبر عن محيط الإيه محيط القاعدة يبقى أني عندي معلومتين معلومة بتاعت ألف بيه طب ألف بيه ده عبر عن إيه آه ده هيبقى عبر عن بيمسل الارتفاع اللي هو ده ده كده بالضبط هيكون هو الإيه الارتفاع يبقى ألف بيه ده هيعبر عن إيه الارتفاع والمعلومة دي اللي هي عبر عن إيه محيط الإيه محيط القاعدة طب تعالوا نحل المسألة كده يبقى عندي هنا بيقول لي خلي بالك محيط القاعدة اتفقنا اللي هو هيطلع 44 سنتي وعندك المعلومة التانية اللي اتفع بكام ب10 سنتي طب محيط القاعدة اللي هو عبارة عن مين اتنين طه نق يبقى اتنين طه نق بتساوي 44 أصبحت معادلة مجهول واحد بس اللي هو نق يقدر جيب نق دلوقتي عن طريق ان انا ها اسم 44 على مين على اتنين طه فبالتالي هيبقى عندي هنا في الاخر نق بكام ب7 سنتي يبقى انا هنا اكيني حليت مسألة او معادلة في مجهول واحد اللي هي ديت تمام هتقسم مين هتقسم اللي 44 دي على مين على الاتنين او على اتنين طه مرة واحد تمام كده في الاخر هتطلع نق بكام ب7 سنتي كده اصبح عندك كم معلومة في المسألة بقى عندك معلومة ليه الارتفاع وبقى عندك معلومة مين النق احنا اوه معلش احنا اكد عليكم انا السوانة القائمة انا محتاج فيها معلومتين النق والعين ده اللي كان محتاج فيها ثلاثة اللي هو كان مين كان المتوازن المستطلط اللي هو سين وصاد وعين الطول والعرض والايه والارتفاع انما المسألة دي محتاج بس معلومة مين معلومة النق ومعلومة مين العين عشان اشتغع عليها فانا عندي هنا عرفت العين الارتفاع وعرفت هنا مين عرفت النق بالتالي اقدر روح في اي حتة في القانون بتاعي هو عايز مني حجم الستوانة طب حجم الستوانة ايه محيد ولا مساحة الحجم مساحة القاعدة في الارتفاع يعني اك انك هتجيب مساحة القاعدة اك انك بتقول بالضبط اك انها مساحة ايه مساحة الدائرة يعني انا عندي هنا حجم الستوانة عبارة عن مساحة القاعدة اللي هو الطه نق تربيع وهضربها في الارتفاع هتطلع ب1540 سنتم مثلا يبقى انا هنا كان عندي معلومة مباشرة عند الارتفاع ولكن المعلومة النقل ما كانتش واضحة فدني معلومة بديلة لها طيب تعالوا نرجع مع بعض ونشوف بقية المسائل عندي مشكلة ازاي لو بصنا مع بعض على مسألة بتجمع دين حاجتين عندي هنا بيقول لي ايهما اكبر حجما استوانة دائرية قائمة ولا مكعب استوانة دائرية قائمة يبقى انت تفاكز معايا كده يبقى هاديك كم معلومة هيديني معلومتين اللي هو عبارة عن النقل والارتفاع وده اللي موجود فعلا اهو في القدامنا ميديني نسب القطر قاعدته 7 سنتي والارتفاع 10 وبيقول لي عندك مكعب فمكعب هيديني كم معلومة معلومة واحدة بس اللي هي ايه طول الحرف اللي هو لام 11 سنتي طيب يبقى انا عندي هنا عبارة عن مسألة ايه مسألتين يبقى الافضل مسألة عندك تروح مجزة الصفحة بتاعتك لجزئين جزء خاص بالاستوانة الدائرية القائمة وجزء خاص بالايه بالمكعب وتجيب الحل هنا وتجيب الحل هنا نبدأ مع بعض اللي سوانة فيها معلومة النق فيها معلومة الارتفاع فبتالي هتطبق قانون الحجم اللي هو عبارة عن مساحة القاعدة في الارتفاع يعني طه نقة تربيع عين هتبدأ تشيل المتغيرات اللي عندك اللي هي عبارة عن نق وعين وتعود بيهم ففي الاخر هيديني ان حجم اللي سوانة بكام ده الرقم اللي قدامنا اللي هو 1500 كام واربعين خلي بالك برضو بنأكد مع بعض على حاجة في بعض الناس بيه أو بعض الطلاب بتخطئ عندي هنا في قصة انهو بيعتبروا ان الله دوت ما يعرفهوش مجهول لا هو مش مجهول او مش متغير ده رقم ثابت معروف اللي هو 22 على سبعة او 13 من مية حسب ما المسألة بتجيلك ومدهولك ايه ولكن الطبيعي دايما بتاعه حتى لو ما ذكرهوش انهو عبارة عن 22 على سبعة طيب يبقى انا كده قدرت اجيب مين؟ يجبت اجيب حجم ليه؟ حجم اللي سوانة مطلوب مني المعلومة التانية أو المطلوبة التانية اجيب حجم ليه؟ حجم المكعب حجم المكعب بيعتمد على طول الحرف يبقى المكعب عبارة عن طول الحرف 11 يبقى 11 في 11 في 11 او 11 قس 3 اللي هو حجم المكعب هيديني كده كده كان 1331 اصبع عندي قدامي حجم المكعب ودي عندي هنا حجم توازم مستنط هتقرن بينهم واضح اني عندي هنا مين اصد حجم الاستوانة فاني عندي واضح جانا الدنيا عندي هنا مين ان حجم الاستوانة اكبر من مين اكبر من حجم المكعب تمام كده ممكن عندي مسألة تانية او عندي يخش بقى في الفكرة الاخيرة اللي عندي اللي هي اللي هي الكرة احنا خدنا دلوقتي المتوازن المستطرات خدنا المكعب رحنا بعد كده اللي الاستوانة الدائرية القائمة فاني عندي الشكل الرابع او الاخير عندي اللي هو حجم الايه حجم القرى حجم القرى أو بشكل عام القرى القرى هليها بس هليها عندي قانونين حجم القرى ومساحة سطح القرى ما فيش حاجة هنا عندي اسمها مساحة الجانبية للقرى ودول بس عشان حالة خاصة فقوانين بتاعتهم هتبقى محفوظة بالنسبة لنا بالمنظر ده حجم القرى 4 على 3 طه نق تكعيب لو بصلنا عليها كده اللي هو القانون ده كده ده حجم ليه؟ حجم القرى 4 على 3 طه نق تكعيب لما تحب تجيب مساحة القرى عشان بس كده كده من فكر نفس حاجة شيل التلاتة داية مع التلاتة دي حيث بقى عندك مين هنا؟ 4 طه نق تربية 3 دي نقصها واحد بس يبقى 4 طه نق تربية ده مساحة مين؟ مساحة القرى يبقى حجم القرى 4 على 3 طه نق تكعيب إنما مساحة القرى طب دي مساحة جانبية ولا كلية؟ هي كلها مساحة واحدة ما فيش حاجة اسمها جانبية وكلية هنا في القرى بالزياد هي مساحة ايه؟ مساحة واحدة مساحة القرى الكامل هنا اربعة طهنق ايه تربية طيب مش هسألكوا باقي كنا او مش عايزين باقي نلقط نفسنا واضح من المسألة ديت نعتمد على كام معلومة محتاج عشان حل مسائل القرى كام معلومة بص عندك وعلى المجاهلة اللي موجودة في الجزء اللي فوق ده اللي هو عندي دوت ايه المجهول اللي عندك؟ مفيش جرمين غير نق وتحت عندك هنا ايه برضو المجهول اللي عندك؟ نق يبقى واضح كده ان الكرة عندي شغالة على كام معلومة مفروضة متوفرة هي معلومة ايه؟ معلومة واحدة بس اللي هي مين؟ اللي هي نق تمام؟ طيب تعال نشوف المسألة هنا بيقول هنا اوجد الحجم ومساحة السطح لكرة طول كترها كام؟ اربعة واثنين من عشرة المسألة القدامك هنا فكر فيها طبعا دي تحت كرة يبقى انت محتاج فيها كام معلومة يتوفر عندك في المسألة دي معلومة وحدة بس عشان تقدر تشتغل مع مسائل القرى طيب ايه المعلومة اللي موجودة عندي هنا؟ بيقول لي ان طول كترها اربعة واثنين من عشرة هل انا بشتغل مع القطر ولا بشتغل مع نصف القطر؟ في المسائل سواء كان افتكري بقى من السنة الدائرية القائمة من الدايرة من اللي روحنا للقرى انا دايما الشغل بتاعي الاساسي على مين؟ على نصف لإيه؟ القطر يبقى قبل ما تبدأ في المسألة انا محتاج الاول اعرف مين هنا؟ محتاج اعرف نصف القطر بكامل فانا عندي طول القطر باربعة واثنين من عشرة فبالتالي هجيب نقل لو نصف القطر هقسم على مين؟ هقسم على اتنين يعني اتنين وواحد من ايه؟ من عشر طالما جبت نقل يبقى هشتغل بشكل مباشر طبق قانون حجم القرى او طبق من مساحة القرى حسن ما هو عايز منك هو عايز منك انا مين؟ الاتنين حجم القرى بيساوي ايه؟ بيساوي اربعة على تلاتة طه نقل تكعيد فبالتالي اربعة على تلاتة دوة رقم سابط هينزل طه هشيله وحط زي ما هم الدهاني مديني اتنين وعشرين على سبعة هشيل طه وحط اتنين وعشرين على سبعة نقل يسا جيبها بكام؟ باتنين وواحد من عشرة احطها أس ثلاتة فبالتالي هيطلع لك في الآخر ان حجم القرى كام ثمانية وثلاثين وفاصل ثمانية سفر ثمانية سنتيمتر مكعب طيب مساحة القرى ها احنا نطلب من لقباش نفسك شيله تلاتة اللي تحت وشيله تلاتة اللي فوق يبقى اربعة طه نقق تربيع يبقى انا عندي هنا مساحة سطح القرى اربعة طه نقق تربيع فبالتالي ادي اربعة رقم سابط طه اتنين وعشرين على سبعة نقق لسه جيبها بكام باثنين وواحد من عشرة المرادة ايه تربية فهي دين الرقم اللي قدامي لأول طيب لو شفت مسألة تانية هنا قرى حجمها كذا اوجد مساحة سطحها المسألة دي مسألة مباشرة ولا غير مباشرة انا المرادة الكرى معتمدة على نقق تمام نقق وطلع منها حجم وطلع منها ايه مساحة المرادة قالك انا عندي الحجم نفتكر من نقعد الخرائط اللي قعد نرسمها دي عشان نيفسل قوانين انت عند الحجم وعايز تروح للمساحة هتروح بشكل مباشر ولا تنزل الاول لنقه وبعد كده من النق تجيب المساحة يبقى بالضبط كده انت مديني معلومة الحجم يبقى من الحجم هجيب نصف القطر وبعد كده اطلع لمين اطلع للمساحة عندي فنبدأ نطبق القانونة هون حجم القرى انت ايه اللي اربعة على ثلاثة طه نقق تكعيب فبالتالي هشيل كلمة حجم دي وحط بدلها مين هنا اللي هي 562 و 12 طه لاحظ هنا وحاجة مهمة جدا في بعض الاحيان في مسائل بيدهالك بيقولك كلمة ايه بيحط لك كلمة طه دي طه دي احنا دفعنا ده رقم تمام كده ولما بيدهالك كده اعرف يعني كده انك هتشيل طه مع طه يعني دايما هخلي المسألة بدلالة مين بدلالة طه برضو يعني ايه الكلام ده يعني لما اقولك مثلا هنا حجم الكرة 562 و 12 طه والقانون بتاعها اللي هو عبارة عن ايه 4 على 3 طه نقق ايه تكعيب معنى كده اشيل طه دي مع طه دي ده الفكرة اللي بيتكلم فيها هشيل طه من هنا وطه من هنا اصبحت المسألة عندي هنا ارقام بس 562 و 12 في الجنب دوت والجنب التاني 4 على 3 نقق ايه تكعيب اصبحت معادلة جبلية في مجهول واحد اللي هو نق هبدأ اجيب قيمة نقق ازاي هخلص من مين هنا هأسم على 4 على 3 يعني 562 و 12 هتلسمها على 4 على 3 او في ناس تانية بتحب تقول ان انا هضرى في المعكوس الضربي زي مثلا كده يقولها 562 و 12 في 3 على ايه 4 فبالتالي هتطلع نقق تكعيب بالرقم اللي هو مفروض هجيب الجزر التكعيب للرقم اللي عندي دوت اللي هو 422 في الاخر نقق تطلع بكام؟ ب7.5 سنتين خلصت المسألة لا لسه انت كنت بدأ عند الحجم وعايز المساحة فانت كنت محتاج واصلة بينهم اللي هو نقق فانت عن حجم جبت منه نقق اللي هو 5.7.5 فبالتالي عايز المساحة قانون المساحة بيقول لي هنا ايه؟ بيقول ان هو 4 طه نقق تربيع يبقى انا عندي هنا هشيل نقق وحط بدلها من 7.5 واجي في الاخر الناتج اللي عندي ده ولاحظ برضو انا عملت معاه بنفس الطريقة انا ما شلتش طاق طاها عندي هنا اعتبطاها رقم ونزلتها فين؟ فحل ليه؟ حل المسألة فما احناك ممكن نسيط طاها عادي في المسألة عندي هنا يبقى احنا كده مع بعض هنا ايه اللي احنا خدناه في الاشكال الثلاثية الابعاد الاشكال اول خدنا اربع اشكال خدنا مقعب خدنا متوازن مستطلات خدنا استوانا دائرية قائمة خدنا كورا الاربع اشكال دول هم فيه 3 قوانين بيتعاملوا معاهم قانون الحجم قانون المساحة الكلية قانون المساحة الايه؟ الجانبية انا عندي الحجم القعدة بتعيدها مساحة القعدة فين؟ في الارتفاع وطبق على اي شكل من دول طيب المساحة الجانبية محيط القاعدة في الارتفاع وطبق برضو على الأشكال دي تأيين كان مين القاعدة طب ونا عند المساحة الجانبية وزود عليها مجموع مساحتي لإيه القاعدة وبكده نكون خلصنا مع بعض اللي هي الطبقات على الجزور التربعية والتكابية أو الطبقات على الأعداد الحقيقية وإن شاء الله في الحلقات الجاية هنبدأ مع بعض في الجبر في الوحدة التانية بمفهوم تاني جديد إن شاء الله نرجو إن نكونوا إن شاء الله استفدتم وإن شاء الله عايز منكم في المسائل دي بالذات قبل ما تحلوها حاجة واحدة بس أقعد إرسم بس القوانين بيطارها بتاعتنا كده عشان تفهمها وتعرف تتحرك بين المسائل لأنك لو عملت كده فعلا فهنا هتلاقي كل المسائل اللي هو من المنظر ده بقت سهلة وميسرة جدا ليك إن شاء الله أشوفكم على الخير في حالات الجاية وشكرا لكم